عزلة عن محيطه وفشل في أداء مهامه انتقادات واتهامة مختلفة مواجهة لمجلس النواب جراء غيابه عن المشهد العراقي أعضاء المجلس المنتخبون من الشعب والمنطبهم دعموا مطالبه المشروعة متهمون بالانفصال عن هذه الأحداث التي تجداح مدداً عدة في العراق بعد تخلف غالبية النواب عن جلسة طارئة للمجلس لمناقشة تطورات الأوضاع في البلاد ممارسات اعتبرها محتاجون خذلاناً للشعب العراقي الذي انتخبهم واستهزاء به فشل مجلس النواب في اتخاذ موقف واضح ومعلن مما يحدث على الساحة العراقية اليوم ليس بالجديد فمنذ ثلاثة أسابيع والمجلس يفشل في عقد جلسة برلمانية بسبب التغيب المستمر لأعضائه ولم ينجح المجلس منذ انتخابه في مايو الماضي سوى في تشريع قانون الموازنة المالية تحالف سائرون وهو أكبر كتلة في البرلمان العراقي استغل على ما يبدو خل وقاعة المجلس من النواب وقرر أن يحولها إلى ساحة اعتصام له لحين تلبية مطالب المحتجين بعد أن أعلن التحول إلى صفوف المعارضة تعلن كتلة السائرون النيابية أنها ستكون معارضة في مجلس النواب وستحتصم داخل البرلمان لحين الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة تطورات سياسية تتزامن مع قرار رئيس الوزراء العراقي اللجوء إلى حلول أمنية لتعامل مع تظاهراته ما يجعل المشهد العراقي مفتوحا على سيناريوهات مختلفة علي أزدين العربية